هنتعرف المهاردة الطالب يتعرف ظروف نشأة مدرسة أبولو ظروف نشأة المدرسة وهنعرف كمان خصائص مدرسة أبولو من حيث الموضوع اللي هي الخصائص الفنية للمدرسة وهناخد خصائص مدرسة أبولو من حيث الشكل اللي هي مظاهر التجديد عند مدرسة أبولو نبدأ في أول حاجة في مدرسة أبولو إيه الاسم الغريب ده؟ لماذا سميت مدرسة أبولو بهذا الاسم؟ نسبة إلى إله النور والجمال عند اليونانيين نسبة إلى إله النور والجمال عند اليونانيين يبا هنا من الأول كده هنعرف أن هي مدرسة متأثرة بالثقافة الغربية والثقافات الأوروبية وثقافات أوروبية وغربية كتيرة زي ما هنتعرف في مدرسة أبولو بس أنا عايز أقولك في مدرسة أبولو أنا مسميها مدرسة الأسكياء الشعراء اللي أغلبهم مهندسين وأطباء تعال نشوف بقى حكاية المهندسين والأطباء وما يقوله شعر نبدأ نتعرف على أهم مدرسة في المدرسة الرومانتكية ومدرسة الرومانتكية ومدرسة الأسكياء مدرسة أقول له ظروف نشأتها أنا ليه سميتها مدرسة الأسكياء هنتعرف على ظروف النشأة هتعرف ليه في البداية هي ظهرت في العجد الرابع من القرن الماضي العجد الرابع يعني تلاتينيات القرن الماضي العجد الخامس للاربعينيات العجد السادس الخمسينيات هي نشأت في العجد الرابع من القرن الماضي تلاتين نيات القرن الماضي وبالتحديد ألف وتسعمية اتنين وتلاتين بس هما لهم قبل كده سوابق شعريك قبل كده قبل ظهور المدرسة وقبل التاريخ اللي أنا قلته ده ظروف نشقة المدرسة احنا عرفنا قبل كده يعني في مدرسة الإحياء والبعث واتجاه المحافظ ومدرسة كلاسيكية ومدرسة الدوان وكان بينهم معارك طاحنة في الشعر والنقد والأدب خاصة المعارك اللي كانت بين العقاد من جانب وحمد شوقي والعقاد من جانب كمان ومصطفى الصادق الرافعي فكان في صراع بين مدرسة الإحيائيين اللي سمناها الاتجاه المحافظ وكان في صراع كمان ضد مدرسة الديوانيين اللي سمناها الاتجاه المجددين او اتجاه المجددين اللي هي كانت مدرسة رومانتكية فحصل صراع بين المدرستين المدرسة أبولو هتستفيد من الصراع هيرقبهم زي ما قلت لك مدرسة الأسكياء هيرقبهم الصراع ويستفيدوا من كل اللي حواليهم ويستفيدوا من كل اللي وقع فيه أو الأخطاء اللي وقع فيه وهيبحثوا عن كل الأخطاء دي ويتجنبوها ويعبلوهم مدرسة جميلة مدرسة رقيقة مدرسة رومانتكية مدرسة رومانسية يبقى التجهم أو يستفادوا من المواجهة بين الدوانيين المجددين والإحيائيين المحافظين بعد أنشأ بينهم معركة أدبية وهم يستفادهم منها زي ما قلت لك